اهلا بكم في قناة زراعة الاسطح شرحنا النهاردة هيكون عن افضل وقت لزراعة المانجو من البزور في المنزل قبل ما نبدأ في وقت الزراعة يا جماعة طريقة زراعة المانجو من البزور لها اكتر من طريقة بعد اكل السمار ممكن تخرج البزور وتزراحها مباشر في الطربة وممكن تزراحها بطريقة انبات البزور باسرع وقت وطبعا الطرق كلها هسيبها لك تحت في اسفل الفيديو او في شاشة النهاية فبدال ما ترمي البزور بعد اكل السمرة حاول تستفيد منها وتزراحها عشان تنبت معاك وتبقى شجرة وتسمر معاك بعد كده وافضل وقت يا جماعة اللي انت ممكن تزراعهم منه بزور المانجو هو في شهر 8 وفي شهر 9 يعني ممكن حضرابكو بعد ما تاكلوا السمار دلوقتي ممكن تزراعهم وان شاء الله هتطلع معاكو شجرة وتنبت وتبقى كويسة جدا ما فيش اي مشكلة حاول تجرب تزرع اكتر من بزرع عشان لو بزرع ما نفقتش معاك يعني اللي عاوز يزرع شجرة ازرع بزرتين او تلاتة انت كده كده بعد ما تخلص اكل السمار بترمي البزرة فحاول تستفيد بيها وتزراحها وان شاء الله تطلع شجرة معاك وان شاء الله في الفترة اللي جاية هنزلكوا اكتر من طريقة عن زرعة المانجو فتابعونا عشان تستفيدوا من الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله ويا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير ولو كنتم مش مشترك معانا يسعد انضمامك معانا في القناة والسلام عليكم